طيب إذا عام تدور على فيلم بنتفليكس شغلة ساعة ونصف ما أكتر الفيلم يكون غموض وإثارة وتشويق بنفس الوقت يكون اسم و بوستر الفيلم حلو وبيتزور طب على الموضوع ما كتير مهم يعني بس واجب التنبيه انه البوستر واسم الفيلم حلوين وبيشدوا يعني زائد انه بطلة الفيلم تكون حلوة يا عيب الشو بحالة ولا همك أبدا الفيلم موجود عندي فيلم دينجر سلايز 2020 إنتاج نتفليكس مدته ساعة و30 دقيقة بس الفيلي احدث عن تفاصيله بيتمنى عندما تزال cash va علىك على هذه الفيديو وتشتركوا كما لا يمكنho مشتركين وكاني الاندرو يا بوادي يا Okay وضع مستهتب عطيني الاندرو دعونا نبدأ بقصة الفيلم كاتي هي شخصية فتاة مدبرة منزلية للرجل يدعى ليونارد ليونارد هو رجل كبير بالعمر فكاتي بتجي بتساعده في البيت بتعطي أدويته وهكذا هذا الرجل عايش ببيت كبير فخم لحاله ما عنده عالي أبدا ففي يوم الأيام هذه الزلمة طب غم بموت أحداث الفيلم فعليا بتبلش من هذه النقطة فمشوف أنه ليونارد يلي مات كتب بوصيته أنه البيت باللي فيه يكون لشخصية كاتي فبعد ما تنكشف الوصية بتبلش الأحداث الفعلية لهذا الفيلم وبيبلش الغموت والأسرار الموجودة بهذا البيت إيجابيات هذا الفيلم بتبلش معنا من المشهد الأول للفيلم المشهد البداية كان عامل جدا جدا مهم أن المشاهد يكمل هذا الفيلم فمشوف إضاءة النيون حركة الكاميرا كلها كانت دلائل أن هذا الفيلم رح يجزب المتابعة ويكون جدا جميل من ناحية أن العين تستمتع وفي حالة خلال الساعة ومص من هذا الفيلم نشوف أنه التصوير كان جدا جدا جميل وعينك بتستمتع وانت تتفرج تمثليا هذا الفيلم كان جميل جدا فالممثل الكاميرا أعطتنا شخصية كاتي بطريقة جدا 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 ونفس الشيء الممثل جيسي أعطانا شخصية آدم بطريقة جدا 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 مقنعة منشوف أنه أول فيلم هو إنسان شجاع على الأساس وشهم ورجال أطحاله يعني وهو القصص خلال أحداث الفيلم منشوف أنه هو تتغيى شخصيته بصير فاسد حرامي مثلا جشع فكلهم فعلا عطانهم بطريقة جدا 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 سواء بالجزء الأول بالفيلم أو بأحداث الفيلم بالأخير يعني الشخصية تعطيناه بطريقة جدا 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 وفعلا كان مقنع بيورو وباقي الطاقم التمثيلي كمان كان جيد جدا وسيدة الفيلم كمان كانت جميلة وحسيتها مناسبة لأغلب مشاهد هذا الفيلم مبدأ ياما نشوف أنه هذا الفيلم كانت قصته حلوة إخراجيا كان قوي العين تستمتعوا يعني تتفرج تمثيليا كان حلو فأغلب الشغلات حلوة لكن ضائف النص اللي كان موجود في هذا الفيلم فعلا نزلهم تقييمه فالنص كان فيه ثغرات كتير كتير مثال حتى نشرح هذا الموضوع لماذا ببداية الفيلم وتحديدا بالمشهد الأول فرجيتني أنه شخصية أدم هو إنسان شجاع أو إنسان قوي صار بطل بعيون الناس الموجودة بهديك المنطقة وخلال أحداث الفيلم يفرجيني أنه إنسان جشع وإنسان فاسد وإنسان بلاش يصير حرامي فليش مشهد البداية كان موجود هنا؟ لماذا تفرجين أنه هو هيك؟ بعد خلال الأحداث الفيلم قلت لي أنه هو هيك فهذا مشهد لماذا كان موجود فالنص بتحس أنه ضعيف يعني لماذا بتعمل لي هيك؟ وبعدها بتعمل لي هيك فهذا الموضوع بتحس أنه النص فيه ثغرة طيب خلينا نأخذ بثالتها حتى نشرح هذا الموضوع ونثبت أنه النص كان ضعيف منشوف أنه شخصية آدم وشخصية كاتي كانوا خايفين جدا من موضوع المصاري بعد ما كاتي أخذت الوصية وعرفت أنه البيت باللي فيه هو إله بيطلعوا بمكان معين من البيت بيشوفوا أنه فيه عدتهم صندوق كثير كبير فيه مصاري بمبلغ كثير كبير فآدم وكاتي كانوا خايفين كثير كثير من موضوع هذا المصاري طيب ليش هنين خايفين؟ أولا هنما سرعوا المصاري ثانيا ما فيه أي تهمة موجهت لهم ثالثا من الأساس ما فيه حدث بيعرف بموضوع مصاري غيرهم فميشوف أنه بسبب خوفهم اللي ما كان إله داعي من الأساس أحداث القصة بتأخذ منحة ثانية بتدخل الشرطة في الموضوع وشغلها بتحس أنه النص لأ كان ضعيف كان لازم يشتغله عليه بشكل أكبر فالنقط اللي بدي أوصلها أنه النص بهذا الفيلم كان ضعيف وكنت بتمنى صراحة يشتغله عليه بشكل أكبر يعطوه حقه يعطوه وقته حتى كان منها ممكن أنه الفيلم يتحول لمسلزل قصير يعني أربع ست منحلقات منها ممكن لو مشتغلين عن النص بشكل أكبر لأنه أخرجيا كان حلو الفكرة بحد ذاتها كانت جميلة وبالنفس الوقت تصوير كان حلو تمثيل كان قوي بتحس أنه هذا الفيلم كان ممكن يتحول لمسلزل قصير لو مشتغلين عليه بشكل أفضل أحسن ما يعطونا فيلم ساعة ونص كان نصه ضعيف فيه ثغرات كتير كتير طيب صحيح أنه النص كان ضعيف لكن هذا ما بيعني أبدا أنه الفيلم ممل أو ما بينشاف لا في كتير شغلات مثل ما حكيت إيجابية تدفحك أنك تتفرج على هذا الفيلم فهو من وصل للسؤال الذهبي في حلقة اليوم إذا عندكم ساعة ونص من يومكم فاضيات بدكم شي حلو تتفرجوا عليه عينكم تستمتع ما بيهمكم كتير فيه نص قوي وحبكة قوية والأسس هي هذا الفيلم لكم أما إذا انتوا بدكم نحبكة كتير قوية نص كتير قوي فانتحس أن هذا الفيلم لأ عظيم وهيك هذا الفيلم ما قلت لكم هذا الفيلم موجه لفئة الناس يلي بدأ تطيع ساعة ونص من يومها فاضيات بدأت تحطى لونك شي فيلم يتفرجوا عليه حلو أتوقع هذا الفيلم سيكون مناسب لكم كثير 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 ومثل ما حكيت الفيلم موم ممل لأ في كثير إيجابيات بتسليكم وما رح تحسونه ضيع وقت كان هيا كانت مراجعة فيلم داينجرس لايز هلأ رح يطلع لكم فيديوهون وفيديوهون دخلوا عليهم شوفوا من إزعادة بدكم الحلقة لايكوا واشتراك لا تنسوا الموضوع أكيد لأنه رح يدعمني كثير هذا كان كل شيء عندي للفيديو اليوم لما نشوفكم أسبوع الجاي اكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنتات أتمنى أنكم تكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنتات على الخلفيل وراي هل هي حلوة شوفوا فأتمنى صراحة أنكم تحطوا لي رأيكم بالكومنتات إذا عادتكم ولا لا هذا كان كل شيء عندي للفيديو اليوم نشوفكم أسبوع الجاي سلام